بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هنتكلم على Part 10 وده استكمال لتصميم الأعدة المربعة أو خطوات تصميم الأعدة المربعة من شابتر 3 اللي هو الIsolated Footing هنتكلم دلوقتي عن Square Footing كلمنا في الأجزاء السابقة عن الخطوات بتاعت التصميم وخذنا الأول خالص حسبنا وحسبنا بعد كده وبعدين جبنا عشان يقاوم المومنت بتاعي النهاردة هناخد كلمة يعني اختراق يعني أنا أخشى إن العمود بتاعي دوت بالأحمال اللي عليه يحصل اختراق للأعدة الاختراق ده بيبقى بتاعه على بعد D على 2 يبقى الجزء ده هيطلع كله من الأعدة مش العمود نفسه اللي يطلع من الأعدة فلو خدت هنا دي على 2 وعلى دي 2 يبقى المسافة دي كلها D زائد B column وهنا D زائد B column عشان ده عمود مربع والأعدة بتاعتي بي آر سي طيب يبقى الكريتيكال سيكشن بتاعي فين على بعد مين D على 2 من وش A العمود على بعد D على 2 من وش A العمود يبقى الكيو بانشنج عشان أجيبه أجيبه إزاي حبارة عن P ultimate minus ها الFUN في P column زائد D في P column زائد D ليه المساحة اللي قدامي ديت طيب Q punching بتساوي Q punching على الB نط في مين في D طيب D اللي stress بتاعة البانشنج لازم أقارنها باللي مسموح بيها عشان ما يحصرش بانشنج طبقا للقود المصري مفروض على أساس برضك الFSU بتاعتك ب250 كيلو جرام على السنتيمتر مربع عشان أطلع QCUP بناخد أقل قيمة من الثلاث قيم دولة يا إما جزر FSU على الجاما C اللي هي FSU على جاما C to the power point 5 والجاما C دي بكام بواحد ونص أو نص زائد هي مفوت بي على L بس احنا نقول B column على B column في FSU على جاما C لكل أس كام أس نص أو اتنين ونص في أربعة في D على البي نط زائد point 2 في FSU على جاما C كل أس نص وطبعا أربعة دي على أساس أن العمود بتاعي ماله لدي القيمة الألفة العمود بتاعي في النص فأخذناه أربعة لازم الـ Q punching دي تكون أقل من الـ Q C يبقى في الحالة دي القاعدة save لو ما كانتش يبقى نقول يعني أيه unsafe يعني dips اللي أنت جايبه للمومنت لا يصلح للpunching يبقى نعمل إيه increase D طيب ده بالنسبة للpunching اللي هو ساعد بيسموه two shear way أو two ways shear يعني shear في الاتجاهين أما الشير check shear فبناخد critical section فين على بعض مين على بعض D يبقى فيه shear هنا وفيه shear هنا بس عشان ده مربع فبنقول إن الdimension ديت نفس الdimension ده فمش هشتغل غير على واحد يعني q,c,r هي q,shear 2i طيب عبارة عن إيه أنا أخدت على بعض دي عايز shear هنا كأني زي ما اتفقنا إن ده عبارة عن cantilever عايز أعرف الشير هنا فبقطع وباخد الشير اللي هنا أما أقطع واخد الشير اللي هنا يبقى عبارة عن إيه f,u,n في واحد عشان أنت أخد شريحة عرضها 1 متر في c,i ناقص d على أساس أن المسافة دي كلها c,i ناقص d يبقى قدر تطلع q,shear بتاعدي جبت q,shear يبقى q,shear بتساوي q,shear على مية عشان تاخد شريحة عرضها متر على مين في l,a,d دي وحدتها بالكيلو جرام على السنتيمتر المربع عشان أجيب q,c,u برضك بناءا على إن f,c,u بكيلو جرام على داما c خلي بالك إن f,c,u ب 250 كيلو جرام والداما c كان ب 1.5 ده لما تبقى f,c,u ممكن تبقى 300 350 أي كانت لازم q,shear دقيقة لازم تكون أقل من اللي مسموح بها لها q,cu يبقى save طب لو ما كانتش يعني لقيت إن q,shear مالها أكبر من q,cu لا يبقى increase مين increase dips عشان يقاوم الشير وبكده يبقى احنا خلصنا التصميم للمومنت وللبانشينج وللشير شكرا